السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللغة العربية هذا الألف إلى اليا في اللغة العربية نكتب من اليمين إلى الشمال النغة الإنجليزية نكتب من الشمال إلى اليمين نكتب من اليمين إلى الشمال نكتب من اليمين اللغة الإنجليزية نكتب من الشمال إلى اليمين كما تعلمون اللغة العربية عندنا حوالي 26 حرف اللغة العربية 28 حرف اللغة الإنجليزية حرف اللغة الإنجليزية اللغة الإنجليزية اللغة الإنجليزية العربية 28 من الألف إلى اليا الإنجليزية من الآي إلى الزي مثل ما نعرف عندما نكتب اللغة العربية بشروط معينة وقواعد معينة على الصدق اللغة الإنجليزية نفس الشيء شكراً لكم تردين شكراً لكم الآن شكراً لكم اعرف شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم اشترك وضع شكراً لكم وضع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حرف القاف حرف المين هذا هو السطر لا شروط لا قواعد كيف نكتب الحروف على السطر تماما الالف تلاحظون مكتوب على السطر لا ينزل على السطر الباع النقطة تحت السطر الجيم فوق السطر وسط السطر تحت السطر السين الثلاثة السنوناه هذا على السطر وبعدين لفة السين تنزل تحت السطر الفادي مع السطر القاف لا ينزل هاف سلك النصف دائرة على تحت السطر هذا مين وهكذا كل الحروف حتى لو كتبنا نقول حفل لام لام فوق السطر وسط السطر تحت السطر الانجليزي نفس الشي اذا كتبنا حرف الـ مثلا هذا اول حرف بها الطريقة لاحظوا كيف الكتابة هكذا 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 في ستيبس فطوار مثل ما نكتب نفس الشي على الباع بالعربي بهذه الطريقة مش نكتب باع كذا غلط لا او نكتب مثلا نجي نكتب السين هكذا لا غلط لازم تكتب من اليمين الكتابة تجي من وين من اليمين فالنفس الشي بالانجليزي ما تجيش نكتب مثلا حرف الاي هكذا لا غلط لازم نكتب اذا اي طبعا فيه شروط في لهذه الكتابة ايضا في الغل الانجليزي عندنا طبعا احبول هذه الحروف الكبيرة وهذه الحروف الصغيرة نسمي الحروف الكبيرة أبركيس 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 لتر الحروف الصغيرة نسميها أبركيس لتر بسبب ذي ما نقول كابتال عن سمول هذا حرف كابتال اي هذا حرف سمول اي وحلط هذه بعد شوية ونشوفها هذه كمقدمة الآن إذا لاحظنا في هذه الورقة هناك خطوات كيف نبشي في الكتابة هذا حرف الاي عندنا دائما إذا ما تعلمنا في برعبين تترصت وفي المدالس الإعدادية والثانوية كما تعلمنا من سابقنا أو كما في اليمن علمونا في المدالس مكتوب الحرف الكبير من فوق لوسط السطر لنا هناك أربعة سطر عندنا ما ينزلش على سطر الأخير لو نجي للحرف الصغير أنه هو سمول اي هذا الطريق اي كابتال اي سمول ما ينزلش تحت الصدر في حرف تنزل زي العربي زي ما نعملين البا ما ينزلش الالف بس بي حرف زي هذه تنزل هنا ما لو ندي مثال حرف كابتال صغير كابتال صغير كابتال صغير كابتال صغير كابتال صغير وسط السطرين ونزل تحت السطر زي ما نزل الميم هنا بعضه هذا ينزل يعني في قواعد في شروب بالعربي والإنجليزي هذا أمثلة ايه بي أختار هنا أمثلة من الحرف الأبدالية الإنجليزية عندنا وحارف ن من كابتال ن أو حرف الكيو الكيو راهو هذا الكيو هذا حرف الكيو الكابتال نكتبهم نفس الطريقة تقريباً الـ ما ينزلش تحت السطر الـ وسط السطرين هذا كتبناه ونزلت تحت السطر شوي هذي كبداية لزي ما قلنا اللغة الإنجليزية معانا 26 ستة عشرين حرف العربية اللغة العربية معانا 28 لتنز أوكي الحرف من الألف لليا الحرف من الأي إلى الزي ونفتوا بالزي هنا هنا أكثر كم على الأمر هذا الجو أي من أف إلى ز ألف إلى يال یا اقرد تطريق بكل دعاق السطر بكل دعاق السطر هذه هنا هو الفرنقات إنه نكتب من اليمين للشمال بالعربي بالإنجليزي نكتب من الوضع لليمين إذن عندنا قواعد لكتابة الدعبة عندهم أيضاً ، أقول لديهم و أقوله ال record نجليزي يعني انجليش سبيكر اللي هم نيتف سبيكر الذي يكتبها باللغة الانجليزية نكتب Which OM لجلال يوم اليمين عندنا عندنا بلغة العربية . عندنا هو عندنا يطاله ، عندهم ناجل المسكوا الناس اللي هم الإنجليزي اللي بتكلموا اللي الإنجليزي نمشي بالخطوات من هذه الحروف اللي أتولي 6 لتاس بالعربي 26 حرف بالإنجليزي عفواً 28 حرف بالعربي إذا ما عندنا حرف ألف، با، فا، آف، ميم، يا أو نقول حرفاً نون نكتب بعض الخروف نون نون سين، حرف الرع بعض الحروف هاد حروف عندنا واحد، اثنان، ثلاث، واحد، اثنان، ثلاث، أربعة، خمسة، سبعة، ثلاث، تسعة، عشر هده حشر حرف طبعاً الحروف كلنا مش كاتبة كلنا انكتب بعض الحروف تعرفوا بالعربي اللي هول الإنجليزي نفس الشي فإذا كتبنا هنا ويضفنا حرف اله مثلا نقول R أو هاد الأركبير وحرف نقول A لا موجود حرف C مثلا حرف T مثلا هذه فقط مثلا ونقول حرف مثلا نعطي باك فقط مثلا حرف ال B موجود ال B حرف K حرف O هذه حروف من الحروف من الحروف هذه اللي هي كبيرة حرف كبير وعرف صغير وعرف كبير عندنا في نغال العربية هذه تعتبر زي الحروف الكبيرة بالنغال الإنجليزية مثلا عندنا الكابتال Q و N يعني بالنغال الإنجليزية هذا كابتال O أبركيس كباب نتوقع نقول هذا الحرف العربي باك الباك هذا نقدر نقول عليه أنه كحرف الكبير وال J من الحرف الكبير لا إلا أنه ممكن نكتب الباك بهذه الطريقة لاحظوا هنا الباك في أول جملة العربية الباك صح وباك في نصة الجملة ممكن نكتبه كده الباك يجي في وسط الجملة كده وتوصل في عفوة في وسط في نهاية الكلمة وباك يجي أول يعني نفس الشيء لوحده هكذا كما عندنا الباك اللغة العربية يقسم إلى باك في أول الكلمة باك في وسط الكلمة ووسط كلمة باك في آخر الكلمة متصل وباك في آخر الكلمة منفصل لقدرنا نقول أن هذه زي الحروف السمول يعني نقربها لكم من أكتبها أن هذه الحروف الصغيرة تعتبر زي الحروف السمول هذا طبعا من الحروف أو هذه الحروف من الحروف اللغة العربية وحروف إنجليزية نستطيع أن نكون كلمات من الكلمات نعمل جمال فأيضا في اللغة الإنجليزية لاحظوا هنا الحروف هذه الكبيرة تسمى من السكريب اللي هي الكبيرة A, B, C, D نتروح المفصلة لكن عندنا الكرسوف الكرسوف هذه الحروف المتواصلة المترابطة ايش معنى متواصلة مترابطة؟ مثلا وليلوف نشوف حرف الأي حرف الأي حرف البي هذا ممكن نكتوب البي بهذا الطريق كما تلاحظوا هنا بي ايش معنى بي؟ يعني بالكرسوف يقول عليك كرسوف C, R, E, V C, U, R, S, I, V كرسوف كرسوف ماناته متواصل ومترابطة إذا أعطينا مثال باللغة العربية مثلما تنفهم عندنا نرقون كلمة كلمة أحمد اسم شخصي إذا لم نرقل أحمد ألف ح ميم د هذا حرف ألف هذا ح هذا ميم هذا د عندما نوصل الكلمة وصلنا تكون كرسوف فماذا كلمة بالإنجليزي كلمة بوك كلمة بوك لو نكتوب بوك إذا وصلناها هتكون هكذا هذا البيضة مثلا كبير يقول أو أو ك هكذا اسم هذا كرسوف كرسوف يعني مترابط متواصل متصل مرتبط مرتبط مع بعض ففي تقارف عندما نكتوب متواصل باللواء العربي هم تقول كتابتهم دائما تكون كده حتى لو كتبنا مفصل ما زال تخرج يعني في الواء الإنجليزية تعتبر كلمة مستقلة بذاتها حتى عندما وصلنا مع بعض الكتابات كتابتهم تلاحظوا هنا الحروف الكبيرة هذه اشتريتها من الدولار مفيدة جدا قيمتها دولار واحد تستطيعوا تستروها وتستفضوا بها في البيوت نفس هذا الشيء من الدولار اللون فاولز عندهم المد زي ما عندنا في المد في اللواء العربية نطلب السماء المدد اللي في البناء هذا اللون فاولز الحروف الطويلة في الجهة الثانية مكتوب الحروف القصيرة المدود وهنا مثلا اللون يقول كيل إي كيل هنا آيس كايد حرف اللي لير فيل أو حرف الأو رود لو رود هذا حرف لول يعني مد طويل طبعا هذي زي ما عندنا في اللواء العربية باش نحن لكم بغتاني إن شاء الله في الجهة الثانية الحرف الشورت باوت اللي الأسماء المحتلة والصع الحروف المحتلة والصع والأصوات المحتلة والأصوات السع في عندنا حروف وفي عندنا أصوات محتلة أيضا الأسماء تقسيم إجزال كل ما نتكلم عنه بعدين النوت هذه فكرة بسيطة إذا انذكرنا عندنا ستة وعشرين حرف اللغة الإنجليزية عندنا ثمانية وعشرين حرف اللغة العربية هذه الحروف كيف طريقة كتابتها نخطر نقول إنه نقى واحد في اللغتين ونكون متقاربة إلى حد منها الآن نحاول نفهم ماذا نعمل من الحروف يعني ليش ندرس الحروف باللغة العربية واللغة الإنجليزية في الحروف في الحروف في الحروف في الحروف كذب وعندما مثلا عندنا هذه الحروف في اللغة العربية وهذه الحروف في اللغة الإنجليزية بش يشرح لكم الشيء اذا أخذنا في اللغة العربية مثال نحنا الان نحاول نشرح بالعربي من هك تفهموا نقول هذا حرف اللام وهذا حرف البا تفهموا الفارق وهذا مفاهم الفارق الان انا عندي هنا ثلاثة حروف لام وبا ونوم لما اكتب لام كأول الكلمة لام دعني نكتبهم اول شيء مفصلهم با ونوم اذا كتبتها مع بعض كلمة لبن اللام يكون في اول الكلمة هكذا صح وهكذا با في النص وبعدين نوصلنا لنوم هذا لام وهذا با وهذا نوم لبن لبن من استعمال ملك ملك لبن فاخد حرف اللام نفس الشيء في اللغة الإنجليزية اذا اخذنا مثلا حرفة سي وحرفة اي اللي نكتبهم كامتر زي هذا اللور ومعدين نجو وحرفة اله كامتر زي ذاه حرف اي كامتر زي اي 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 لان نكتبه سي اي 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 تمام ثلاثة حروف لأن يكون ثلاث الحروف يعني يعني فلوطن عربي قمت ثلاث الحروف ولكن نتعلم ثلاث حروف نقول منها كلمة لازم نعرف الحرف العربي لكن في لغة الإنجليزية إذا تعلمنا كل الحرف نستطيع أن نقوّن من هذه الحرف كلمة مثل هذا. نبدي مثل ذاني. اذا اخذنا مثلا حرف البي. الحرف. نقول ال او. هذا او. ناخد حرف ال او. ناخد حرف ال ك. او. كتبت حرف ال او مرتين. هذا بي او او ك. او. كتاب. هذا حرف ايش كلمة اسم معناتها كتاب بالعربي. كتاب. بي او او ك. كتاب. المقصود انه من الحرف اللي حرف ال بي وحرف ال او. وال او مرة ثانية كتبنا مرة ثانية هنا. او. وبعدين اخذنا حرف ال ك. يعني اربع حرف. عرف. با واحد. بحرف ال بي. بي بي ثقيلة طبعا في معانا بي بالعربيت نقول معانا باه واحد في الأول الإنجليزية في معانا بي بي سيكون ثقيل بالضغط اللي يقول عليه الأصل التحت بي 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 إذا أخذنا مثل آخر كلمة أبل أخذ حرفة A بعدين one double B بي بي بعدين one L بعدين حرفة E أبل أبل مش أبل لازم قل أبل الملقى الأمريكي طبعا نحن عمنا في البلد عايشي في أمريكي ونحاول نتكلم زي اللهجة الأمريكية أبل هناك في فروقات بين البريطاني والأمريكي في شوية فروقات طبعا على الأيام نتعلمها إن شاء الله خلال الدروس ونحن نواصل عليها عندنا بعض دروس نقدمها لكم إن شاء الله في الكتاب بس أقولوا هنا عندنا حرفة A بعدين حرفة B بعدين حرفة B بعدين L بعدين E أبل كيف؟ يعني نشكل جمل هكو فهم سنتنزز هنا عفوا ونفس الكتاب بس عندي نسختين منه نسخة تبعية نسخة تبع المدرسة نحن نستخدمها هذا عندي هناك كتاب اسمه إنجليش عبارة عن محادثات أيضا مفيد الكتاب طبعا حلم اللي يقرا فيه بس إنه مش ما فيش صور كثير تشرح الفرق بين هذا الكتاب وهذا هذا عندي كتاب آخر منه كتاب رائع جدا اسمه كتاب مفيد جدا فيه أمثلة وفيه شروحات فيه صور فيه إعطاش أيضا شرح للفكابلاريز الكلمات مفيد جدا إذا تشوفوا هذا الكتاب هنا واضح جدا فيه إعطاء أمثلة كثير صراع عجبني الآن أنا بدأت أدرس من نوع بعض الشباب اللي حاولوا يتكلموا اللغة العربية فيه معه سي دي سي دي يحاول يوضح الشرح باللغة الإنجليزية ويعطى أمثلة وكل هذا إن شاء الله يستفيدون منه في الدروس القادمة طبعا السي دي متوفر مع الكتاب تشتريكي مع الكتاب مربوط على آخر الكتاب هذا هنا يجي هذا السي دي هنا داخل الكتاب وتستطيع تحمل المحادثات الصوتية أيضاً للكمبيوتر يعني مباشرة من الموقع تبع الشركة هذا كتاب رائع جداً هذا اسمه مرة ثانية يتكلموا عن الحياة العامة في أمريكا ويشرح مواقب من أفضل الكتب صراحة اللي أنا وجدت لهم النافع وعفواً هذا هو أناية الدرسنا اليوم وإن شاء الله تكونوا استفدتوا ونواصل في الدرس القادم الحديث عن أقسام الكلام في النغار الإنجليزية عندما عندنا اللغة العربية الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف وما يضيف الصفات وما يتكلم عنها في الدرس القادم وإن شاء الله أشكركم جداً وإن شاء الله وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وإذا في أي ملاحظات رجعنا كتابة التعليقات وتواصلوا معي عبر الإيميل إن شاء الله وإن شاء الله أعطيكم الإيميل أيضاً هناك معنا ويب سايت على الأنلاين أحاول فيها أعلم فيها الناس الأجاني باللغة العربية إذا حبيتوا تزوروا هذا الموقع حقاً على الإنترنت اسمه MyArabicWebSight.com هذا موقعنا على الإنترنت www.MyArabicWebSight.com MyArabicWebSight.com MyArabicWebSight.com فإن شاء الله يكون موقع مفيد في الإيميل التبعي وإن شاء الله يتواصل في الدروس القادمة وإن شاء الله يتواصل في الدروس القادمة أشكركم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته